بدأ ماراتون الانتخابات الرئاسية في الخارج والجاليات المصرية متواجدة دلوقتي قدام اللجان للإدلاء بصوتهم في سنديق الاختراع مشاهد استفاف للمصريين قدام اللجان في الخارج بيعكس حالة الوعي والانتماء لوطن متابعتنا مستمرنا مع حضراتكم على الهوى لليوم الأول 1 ديسمبر للانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والمصريين بالخارج اللي حتمتد لمدة ثلاثة أيام السبت والأحد والجمعة والسبت والأحد من التساعة صباحا حتى التساعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة ماراتون انتخابي يتنافس فيه أربعة مرشحين لانتخابات ومدة رئاسية جديدة تصل إلى ست سنوات معنا النائب الدكتور صلاح حصاب الله عضو مجلس النواب في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح لحضرتك دكتور صلاح صباح خير يا محمد صباح خير يا سلام اهلا انطلقت ضربة البداية النهاردة اليوم الأول على مدار ثلاثة أيام انتخابات الرئاسة وانتخابات المصريين أو تصويت المصريين بالخارج شايف حضرتك ملامح المشهد ازاي والله هو مشهد دي يعني طبعا مش جديد على المصريين وسواء في الداخل والخارج انما هقولك يمكن انا بعتبر ان اهم ملامح على فكرة الانتخابات الرئاسية الحالية ان بنأكد على الناس ان انتقال الى المستقبل مش انتقال سهل انتقال بيحتاج لكل مشاركة المصريين انتقال عبر الناخبين مش المرشحين فقط يعني بعض على فكرة احيانا بيقعد بيتكلم على فكرة ان الانتخابات كده كده هتخلص ونسبة المشاركة فيها مش هتفرق كتير لا ده كلام طبعا يعني مفترض ان احنا نرفوزه جميعا المصريين في الداخل والمصريين في الخارج وانا اعتقد ان النهاردة على فكرة هتبقى الرسالة ونقطة البدء في هذا المصار مصار مشاركة المصريين في صناعة المستقبل بتاع هذا الوطن هتبدأ من خارج ويمكن عايز اقول لحضراتكم انا الكلام ده وتلمسته بنفسي في لقائم عدد من جاليات المصرية في الخارج منها مثلا الجالية المصرية في الولايات المتحدة الامريكية وجالية المصرية في انجلترا وجالية المصرية في فناندا وجالية المصرية في الصين وجاليات المصرية في عدد من الدول العربية المصريين بالفعل في الخارج اللي بدأ النهاردة يعني هو خلاص يتوافده بشكل كبير جدا امام اللي جاء الانتخابية او مقار الاقتراع وتصويت الانتخابات الاسية اللي هي بتتجاوز 137 مقر انتخابي للتصويت اعتقد ان هذه الحشود من المصير هم الناس دي بشعر بمسئوليتها المهمة جدا ان تدشين الجمهورية الجديدة بيبدأ يوم واحد اتناشر الساعة تسعة صباحا في كل اللجان الاقتراع الموجودة على مستوى 121 دولار لذلك انا بقول لك انا بأكد ان المصريين بالخارج اكثر استشعار رغمان البعض بيعتقد ان دولناس خلاص بيقضوا عن الوطن وناس موجودين في الخارج ومشغولين اما بتكوين مستقبلهم في العلمي او بمستقبلهم المدى او تأمين مستقبلهم مدى عبر الفرص حمل في الخارج لا انا بقول لك قسما بالله الناس المصريين بالخارج اكثر ارتباطا عن طريق حبل سري او سري يسميه زي ما انت عايز بالبلد دي يمكن يبقى سافر مرغاما عشان يبحث عن فرص التعامل وتأمين مستقبل ابنائه عن طريق فرص التعامل في الخارج انما يزل مرتبطا ارتباطا وثيقا وكوين بالبلد دي وبمشاكلها وبألمها وبتحدياتها وبمحاولات استهدافها فعشان كده انا بقول لك انا براهي النهاردة ان مشاركة المصريين بالخارج هتشهد المشاركة احنا عندنا تقريبا اظن 14 مليون ناخب مصري في مختلف الدول اللي هو في 121 دولة انا بقول لك لا انا اتوقع ان نسبة المشاركة في الخارج تجاوز كل المشاركات في الانتخابات الرئاسية او النيابية على مدار العشر سنوات الاخيرة دكتور يعني بعيدا عن الجزء العاطفي اللي بيربط المصريين بارد الوطن لكن لو لوجود حرص من الدولة المصرية على ضم كل المصريين سواء في الخارج او في الداخل ما كانش هيبقى فيه حرص على المشاركة كتير من الخدمات اتقدمت للمصريين في الخارج وكتير من المشروعات اللي اتقدمت لربط ابناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج مع الداخل يمكن ده اللي بيساعد اكتر كمان على حرص المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات بصفة عامة؟ ده شيء حقيقي على فكرة ويمكن أجندة الدولة المصرية لم يعني تغيب على الاهتمام بمشاكل المصريين بالخارج وأتلاحظي أن الفترة الأخيرة دي هات مثلا مشروع زي بيت الوطن لما تعمل في الدولة المصرية ووعدات سكنية ووفرت للمصريين بالخارج عن طريق الدولة المصرية وهاية المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان وكانت بمثابة جذب حقيقي واهتمام حقيقي مترجم على الأرض وبالفعل لهذه الفئة الكبيرة من المصريين بالخارج أيضا بعض التسيرات على استراد سيارات المصريين بالخارج يعني فيه الدولة المصرية وهي بتخطط على فكرة مش بصة على السبعة وعشرين محافظة بس مش بصة على مليون كيلو متر مربع اللي موجودين في الدولة المصرية واللي عايشين عليهم لا كان دائما على فكرة الدولة المصرية في فترة الأخيرة بدأت تعيد سياغة العلاقة ما بين مصر في ممثلة في حقومتها وكيادتها السياسية وما بين فئة كبيرة تجاوز العشعة واثناشة مليون مصري بيقيموا وبيعملوا في الخارج وبيجوا في مصر في بعض الأجهزات إنهم بدأوا يحطوهم بدأوا يعتبروهم هدف هام جدا للدولة يقولوا فيه إن احنا فعلا شايفينكم وشايفين مشاكلكم وشايفين طلباتكم وبنتفاعل معها بشكل إيجابي عكس كلام كتير كان في الماضي ممكن تلاقي مثلا المصريين في خارج في قلب الدولة المصرية إنما في قلب الدولة المصرية ماذا قدمت الدولة المصرية حكومة وقيادة لمصريين بالخارج الحقيقة ترجمت هذه الكلمات إلى أفعال حقيقية واهتمام حقيق ووضع أجندة لكيفية الاستجابة وتلبية طلبات وتطلعات المصريين بالخارج والتطوير اللي بترشاده الدولة المصرية يعني عايزة أقول لك وأقول لحضراتكم إن المصري في الخارج على فكرة هو عايش مثلا في أمريكا ولا في الصين ولا في إنجلتنا ولا في فرنسا ولا في أي دولة عربية دايما عينه هو بيشوف الدولة إيه اللي بيتم فيها جديد إيه اللي بيتم فيها جديد بكل ما تحملهم معاني ولا مجرد كلمات لأن أنا بتألفهم مؤتمرات سياسية وحديث حكومي ولا غيره الحقيقة إن الانتقال بتاع الدولة المصرية اللي بيتمناه المصري اللي عايش بره وشايف منوريلي وشايف طرق كويسة وشايف تعامل جيد مع المواطن لما بيلاقي الكلام دوت موجود في بلده بيزيد تأديره وبيزيد اهتمامه وبيزيد ارتباطه بالبلد دي وبتزيد مثلا طبعا يعني عايز اقولك إن كان أحد أكبر التحديات قدام الدولة المصرية ماذا سيفعل المصريين في ظل تغير سعر الصرف في التحولات الدولارية لا المصريين على فكرة كانوا حاضرين بقوة المصريين الخارج كانوا حاضرين بقوة كانوا فاعلين في كسامة ودعم للدولة المصرية في مواجهة جزء كبير جدا من أزمة سعر الصرف طب المشهد اللي احنا بنشوفه ومنتابعه حتى عبر النوافذ الآن من مقرات وبعثات الدبلوماسية فيه نتكلم على 137 مقر في 121 دولة 14 مليون مصري رسائل هذا المشهد للخارج للعالم يعني كيف يتابعنا العالم يعني دي نقطة مهمة جدا نحن بنقول للعالم كله إنه المصريين بيصوتوا بكثافة وقادرين على اختيار من يمثلهم أيا كان من سيربح في هذه الانتخابات رسائل الخارج شايفها زافند بس رس محمد المتابعة للليجان الانتخابية 137 مقار الانتخابة على مستوى 122 ومية وعشرين دولة أنا بقولك مش كده وبس لا ده الخارج هيتابع الداخل الإدلاب الأصوات في الخارج اللي بدأ النهاردة ثم بعد ذلك بداية من 10 12 في الداخل أنا يمكن بقول دايما على فكرة إن الرئيس القادم أيًا كان يعني بعيدا بقى أن إحنا ننتمي أو ندعم مرشحة أو آخر اللي حد نتكلم على انتخابات رئاسية فيها أربع مرشحين يتنافسين أربع مرشحين ويتنافسوا في الانتخابات القادمة يمكن أكثرهم حظوظا الرئيس يمتفتح السيسي لأنه يحمل أجندة مما تم ماذا قدم لا لديه ما قدمه بصرف النظر إنما عندنا أربع مرشحين الحقيقة إن في ظل التحديات اللي بتحيد بالدولة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج تحديات اقتصادية لا ينكرها أحد في الداخل وتحديات في صياغة العلاقات الدولية والتأكيد على أن مصر ستظل بصلة الحل وقبلة حل أي مشكلة في منطقة الشرق الأوسط وحاضر قوي في هذه المنطقة بالتاريخ والجغرافيا يعني خلينا بس نتكلم أن مصر ستظل هي قبلة حل أي مشكلة في منطقة الشرق الأوسط وده على فكرة كان ترجمته لأحداث الأخيرة بعد إعلان الهدنة في أحداث غزة هقول لحضرتك أي أن كان من سيئاتي عبر سنديق الانتخابات من المرشحين الأربعة من المهم جدا في الخارج وفي الداخل وده اللي بيتابعوا الإعلام الغربي وده اللي بيتابعوا العالم كله كيف سيكون حضور المصريين في الانتخابات الرئاسية مش مسألة إن حضروا كسب بأغلبية انتخابية وده الدموية هي دي ديمقراطية إنما لا مسألة كم الحضور كفافة التفوير نسبة المشاركة نسبة المشاركة دي بتفوض وبتعطي الرئيس القادم أي أن كان منهم رشحين الأربعة أنه أتى بختم الشعب مش بختم السندوق بس أتى بتفويد شعب حقيقي وقوي أتى بحشود شعبية جات حضرت قدام المكار الانتخابية واختارت الرئيس القادم والكلام ده على المصير واختارت بالداخل اختارت يعني نحن نتكلم على أكتر من 70 مليون ناخب أو 60 مليون ناخب نتكلم أهمية حضور بكسافة انتخابية ده لا أنت بتكلم بمثابة تفويد شعبي بيقول أن الرئيس القادم مش قادم بأغلبية انتخابية بس أغلبية سندوق بس ده بأغلبية اختيار استقرع عليها شعبه وجموع الناخبين أن احنا بنديلك تفويد لإدارة هذه التحديات وموجة هذه التحديات اللي هتواجهها دولة مصرية خاصة في الفترة الجاية سواء بقى تحديات على المستوى الدولي تحديات على المستوى منطقة شرق الأوسط تحديات على المستوى العربي تحديات على المستوى الداخلي التفويد الشعبي أن يقتل رئيس القادم محملا أو محملا بتفويد شعبي بحضور كثير في اللجانة الانتخابية أنا بقول ده أقل دور يجب أن يقدمه المصريون لمصر التي تريد أن تستقر أو اقتصاديا وتريد أن تزيد ريادتها وتزيد قوتها وتزيد قيادتها في منطقة شرق الأوسط على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي ده على فكرة مش مسؤولية رئيس ده مسؤولية شعب يجب أن يكون حاضرا خلف الرئيس عبر المتخابات دي المسؤولية دي أعتقد كمان بتقع على كهل الأحزاب السياسية والطيارات السياسية المختلفة أكيد في محفزات سياسية بتقدمها الأحزاب المختلفة لحث المصريين على المشاركة ولحثهم على أهمية صوتهم يعني عشان يبقوا حاسين بقيمة صوتهم وعشان يبقوا حاسين أن هم اللي بيصنعوا المستقبل باختيارهم ده صحيح يا سيدة مينة وعايز أقولك أن يمكن للأمانة فيه كثير من الأحزاب يعني يمكن بصرفة رجل سياسي تبعت هذه الجهود اللي بزلتها عدد من الأحزاب واللي أعلنت بقى أسواء حزب الشعب الجمهوري ومرشحه الأخ العزيز حزم عمر حزب مصر الديمقراطي ومرشحه المحترم الأستاذ فريد زهران حزب الوفد ومرشحه الرجل القانوني وقامة قانونية الدكتور عبد السند يمامه ثم الرئيس عبد فتاح السيسي مرشحا عن المصريين وليس عن أحزاب الرئيس عبد فتاح السيسي لم يأتي بمرشحا لحزب هو مرشحا لكل مصريين لذلك عايز أقولك أن الأربع مرشحين اللي حاضرين إحنا بنتكلم عن انتخابات حقيقية وتنافس حقيق وتحديات حقيقية هيواجه أي مرشح جاي فمن المهم جدا أن الأحزاب السياسية والكينات الاجتماعية والاتحادات الشبابية والجمعيات الأهلية وخلافه أن إحنا يبقى لنا دور لتوعية المصريين الأحزاب قائمت بدور وعقد كثير من المؤتمرات إنما دايما أقولك أنا بقى أقوى حزب في الدولة المصرية هو الناس يعني أنا كنت رئيس أحد الأحزاب وقبليه أنا برئيس أحد الأحزاب يعني اختلطت بالحياة الحزبية من أكتر من ربع كر إنما أقولك دائما الشعب المصري ده مرش كتلوك فعلا زي ما بيقولوا الشعب المصري دوت مش محتاج معلم صحيح حتى لو مش مهتم بالأحداث السياسية حتى لو مش مهتم بالحركة الحزبية إنما دائما في المواقف الوطنية الفاصلة تجدي حاضرا وإحنا في 30 ستة 2013 مين اللي خرج الناس للصورة على نظام الإخوان مين اللي خرجوا الشعر الشعر إنها استشعرت بشكل فطري هذا الخطر الدهم اللي بيواجه الدولة المصرية محدش خرج الملايين دي اللي اجتجاوزه 40 مليون في السياسة في الشوارع ولا أحزاب ولا غير أحزاب آه كنا الأحزاب السياسية وأنا كتر رئيسها حدازي الأحزاب فهذا التوقيت فاعلة فاعلة إنما بنسبة إنما الفاعل حقيقي والحاضر حقيقي اللي مش محتاج مواجهة سياسة أو معلم للوطنية هو الشعب المصري هو المواطن المصري المصري اللي هتلاقي الصبح وإحنا عاديين دلوقتي وقف على عربيت فول ولا بيشغل على العربية مقربة لا بيكون كمان عنده وعي سياسي لافت جدا يعني فكرة إنه طوقات دي ما عندهاش وعي سياسي لا بالعكس وعنده وعي سياسي وعرف مستقبل بلد إزاي بشكل كبير حضرتك كنت رئيسا لأحد الأحزاب وبعض المراقبين والمحللين بيشوفوا إنه الانتخابات الرئاسية الآن فرصة دهبية لكل الأحزاب السياسية أن تنشت نفسها وأن تعيد طرح نفسها في الشارع السياسي المصري فرصة مهمة إنها تقدم برامج مختلفة خاصة إنه بعد الانتخابات الرئاسية في استحقاق خاص بالمجالس المحلية في استحقاق مهمة طبعا الانتخابات النيابية والبرلمانية 2025 فمحتاجين حالة حراك سياسي ونشاط سياسي لهذه الأحزاب ببرامجها إلى أي مدى يمكن استثمار هذه الفرصة لمزيد من الحضور في الشارع السياسي المصري بص يا أسفو محمد باختصار أي انتخابات سواء انتخابات الرئاسية أو انتخابات برلمانية بغرفتين مجلس النواب سواء مجلس يوم إحنا بنعتبرها كالسياسيين هي سوق لترويج وعرض أفكار لحزاب السياسي فرصة وأقول لك يمكن على فكرة المصريين دائما معظمين برده يعني في ناس يقول لك مصري مش مهتم بالمشاركة الحزبية ومشاركة السياسية ده غير حقي ليه أي مصري لو منتج اللي قدامه منتج زو جودة أكيد هيروح له فأنت بتكلم مثلا احنا عندنا على فكرة ما يزيد عن 104 حزب 104 حزب في الحياة المصرية وإحنا هو ناس مهتمين حضراتكم من النقبة الإعلامية وانرجم من النقبة السياسية تعالوا نعدد 20 حزب من الحزاب الموجودة صعب فما بالك بقى بالمصريين اللي عاديم في البيوت المصريين اللي عاديم في البيوت على فكرة مش الأحزاب مش هقدموا خدماتهم وأفكارهم للناس بالدليفر باليوفر بالعمل الحقيقي بالعمل الحقيقي والتواجد الحقيقي في الشارع وفي الحارة وفي الزقاء وفي النجا وفي القرية وفي كل حتة الحزب الحقيقي عشان يبقى موجود مش هيبقى موجودة على فكرة عبر وسائل الانترنت بس بالناس لا لازم يبقى فيه وسائل اتصال مباشر لازم يبقى فيه تواجد حقيقي والأمانة في عدد من الأحزاب على فكرة مش عايز أعدد أسماء ومش عايز أقول أسماء عشان ما بينش إن أنا منحزل الحزب على الأخر إنه في عدد من الأحزاب اللي بتشتغل بالمفهوم ده بالكون سبت ده متواجدة لما تيجي بوس لاي عدد أعضاء عدد أعضاء دلوقتي يقارب الملايين يعني يتجاوز المليون أو الـ 2 مليون أو الـ 3 مليون فيه مكرات على مستوى انت بتتكلم مش مهم يبقى ليك مكر 1-27 محافظة يعني مكر في محافظة طب ماذا عن المراكز والمدن والقرى وكذا وكذا فأنا في تقدير الشخصي إن الحالة الحقيقية للتواجد إن الناس مش هي للدورة على حزب فكرة الاستسهال فكرة الاستسهال دكتور اللي لقناها فترة طويلة إنه ظهرت كده نغمة إن السوشال ميديا هي المحرك الوحيد وهي المحرك الرئيسي فكتير من الأحزاب بتتستسهل إنها يبقى عندها بيج وإن الناس تعمل لايك على البيج وعلى البوستات وخلاص لكن تواجد حقيقي موجود في الشارع وإحنا مش بنتكلم على خدمات أو طريقة خدمية إحنا بنتكلم على الدور اللي المفروض يقوم به الحزب إحنا مش عايزين النائب اللي بيخلص عدد الكهرباء والحاجات دي خلاص دي مرحلة وعدت في حياتنا أعتقد إن النائب الحزبي شغلته حاجة تانية خالص ومختلفة تماما ده اللي حاصل في الأحزاب اللي لها فعلا جمهيرية إنهم فعلا متوجدين وإنهم فعلا قادرين يقوموا بدورهم مع الناس بصي يعني أنا هولي مستسلوش يعني مسألة التفاوط من حزبي لآخر إنما بشكل عام بشكل عام أنا لو بتقاليني رأي كيف الحزبية آه في أحزاب تكتاد إنما في أحزاب على فكرة تجلس في مدرجات تشاهد المشهد السياسي تحلل تنظر تعمل إنما في الآخر على فكرة تاني الحزب السياسي آه مع هذا الانتقال الأحدث لفكرة النائب في الشارع اللي هو نائب الحزب يعني لو ليه مثلا حزب ليه عدد من أعضاء مجلس النواب النائب الخدمي ده ده تراث تاريخي لن تستطيع أن تتخلى عنه الثقافة موجودة عند الناس بالضبط الثقافة عند الناس هو عايز نائب على فكرة موجود معاه على القهوة وفي الشارع وفي الجمعية وفي المستشفى وكذا ده حقيقة وده حق الناس على النائب يعني عشان بس ما نخلش من رحش مسألة التنظير أن النائب دوره تشريع آه النائب بالأساس دوره التشريع ووضع القوانين ومراجع ورقابة على أداء الحكومة وكل حاجة إنما لما تيجي تتكلمي في الثقافة وموروث تاريخي لدى النائب المصري إنه عايز النائب بتاعه يشوفه على الأرض ما يشوفهش على الشاشة يشوفه في الحارة ما يشوفهش على السوشال ميديا على الفيس بوك ولا على تويتر في ناس على فكرة آه الأدوات التواصل الاجتماعي سواء السوشال الفيس بوك أو تويتر أو غيرها مهمة جدا إنما الأهم إن الناس تشوف جسد النائب من صورة النائب جسد الحزب من صورة الحزب أنت ممكن على فكرة تحطي ميت يفضل إنما تقدرش تزعي فكرة واحدة وقد تمد كبر واحد ما بينك وما بين الناس طبعا فالحقيقة إن زي ما احنا بنقول إحنا عايزين المواطن يغير تفتريد تفكيره محتاجين السياسي والحزبي والنائب واللي يتطلع أنه يبقى عوضه مجلس محلي مش عوضه مجلس نواب إنه لازم يبقى عارف على فكرة إن الطريق الحقيقي أو الرحم الحقيقي لميلاد أي سياسي وولادة أي سياسي هو الشرع صحيح طبعا يعني ده ده دي مسألة واضحة لو رجعنا مع حضرتك إلى مشهد الانتخابات النهاردة وتصويت المصريين بالخارج عندنا أجيال جديدة الجيل الثاني والثالث حتى من المهاجرين في دول مختلفة البعض بيرى إنه شيئا فشيئا كده بيفقد الصلة بابينه وبابين الوطن الأم وبين مصر والحقيقة الدولة بتعمل جهود كتيرة جدا لربط أبنائنا بالخارج بالدولة المصرية في هذا الاتجاه إيه المفترض يحدث أكتر الفترة المقبلة لربط هذه الأجيال الجديدة وفكرة الانتماء إنه مهم جدا إنه يكون منتمي للوطن في البداية وإنه يكون ليه صوت مؤثر وصانع فرق في الحياة السياسية المصرية مطلوب مزيد من النشاط والتواجد الحقيقي من البعثات الدبلوماسية وممثلنا بسفاراتنا بالخارج بنتواصل مع المصريين مثلا لما مصري في الخارج في أي دولة سواء أجنبية أوروبية أو عربية إن الناس يجي لك عشان بيعمل إجراء أو بيحتاج ورقة من السفارة أنت من المهم جدا أن بيعثاتنا الدبلوماسية وده الحقيقة على فكرة بتحدث بشكل مكسر في الفترة الأخيرة إنه مش تبقى مكر للبعثة الدبلوماسية السفارة أو الكنسولية إنها تبقى قبلة اللي تلقم المشكلات بس لا ده قبلة تبقى ده التواصل المستمر مع المصريين وإطلعهم على ما يتم في الدولة المصرية والتواصل معهم لو بحل مشاكلهم ما تخليش على فكرة السفارة عاملة زي مجمع التحرير اللي تم نقله وتم إغلاقه الناس روح وتقف توابير وتعمل كذا السفارة لازم تبقى دينيماكية وتخش في حيات المصري وتخش في جهود الجاليات المصرية ومش الجاليات المنظمة وبس في مصريين على فكرة ما بينضموش للجاليات وما بينضموش للكيانات المصرية بالخارج إنما منهم جدا إن السفارة السفارات المصرية وبعثات الدبلوماسية تبقى حاضرة متواجدة فاعلة متحركة ما بين جموع المصريين في الدول دي لما مصري في الخارج يمسي يلاقي سفارته اللي هي المراية للحكومة اللي بتديرها هذا الوطن والكيانات السياسية اللي موجودة على رأس هذا الوطن السفارة لما تبقى عندها حركة وتواصل مستمر ده الترجمة الحقيقية اللي عايزين الناس في الخارج عايز يحس إن فيه لغة جديدة فيه تعاطي جديد مع مشاكل المصير في الخارج فيه اهتمام حقيقي بمشاكل المصير في الخارج وده الأداء الوحيدة اللي بتقدر توصل هذه الرسالة هي سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في بعض الأحيان بيكون الدولة اللي موجود فيها المصريين مترمية الأطراف يعني مثلا زي الولايات المتحدة خمسين ولاية من الصعب تواجد يعني مقر للصفارة في الخمسين ولاية دور السفارة المصرية في التعامل مع أبناء الجاليات المختلفة ووجود دايما وصل للود زي ما بنقول باللغة الدرجة ده أعتقد بيساعد أكتر على ربط المصريين أولاد الجيل التاني والتالت بأراضي المصرية صحيح بس عايز أقولك أستمينك يعني بما إنك ذكارة الولايات المتحدة الأمريكية كمثال كمثال أنا هقولك أنا مثلا أنا التقيد بمجموعة من إخواتنا المصريين في الخارج أكسم بالله عايز أقولك مهتمين بتفاصيل المشاكل المصرية أكتر من المصريين الموجودين في نجح حمدي فينا وأكتر من المصريين الموجودين في دمانور في بحيرة مهتمين اهتمام حقيقي بكل ما يهم الدولة المصرية ومخص الدولة المصرية هقولك مثلا يعني حتى مش الجالية بس الجالية فيه مثلا النادي الثقافي المصري الأمريكي ده موجود في واشنطن ونيوجيرسي لما عدت مع الناس دي على فكرة أنت بتتكلم مع الناس على فكرة مش مختربة ولا الناس بعيدة عن الوطن أنت قاعد مع الناس على فكرة مصريين حقيقيين بين أشوك في المشاكل بين أشوك في أخبار السكة الحديد في أخبار مش عارف الطرق الكباري إيه أخبار المدارس وحاول تعليم إيه أخبار المستشفيات وأحيانا أنا أفكرة أن أشوك في تفاصيل أنا أنت كمصري لا تتخيل أنهم وصلين لهذا العمق في هذه التفاصيل دكتور صلاح حصب الله بنشكرك شكرا جزيلا صباح الخير على الحضرات أشكرك يا صباح حمد أشكرك يا صامي الله أنا بشكركم على تواجد معكم وبشكر يعني كل المصيم في الخارج اللي الحضر وبكتسافة النهاردة وبقول المصيم بالداخل استعدوا ونجهز عشان عندنا بعد أسبوع مهمة لتكل أهمية عن ما يحدث اليوم أكيد كل شكرا لك شكرا لك دكتور صلاح حصب الله شكرا جزيلا